مأساة الهجرة تأخذ منحا تصاعديا وذلك من خلال المخاطر التي يتعرض لها الفرون من العنف والإرهاب في بلدانهم خفر السواحل الإيطالية أعلنوا أنهم أنقذوا 1725 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا ليرتفع بذلك عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين أنقذوا منذ الأحد الماضي إلى أكثر من 14 ألفا خفر السواحل ذكر أن المهاجرين أبحروا من ليبيا على متن 14 زورقا مطاطيا ومركبين صغيرين قبل أن تنقذهم سفن تابعة للبحرية الإيطالية وعملية صوفيا الأوروبية لمكافحة المهربين ومنظمات غير حكومية عديدة إضافة إلى سفينتين شحن وحسب وزارة الداخلية الإيطالية فإن عدد طالبين لجوء في مراكز الاستقبال يبلغ حاليا 148 ألف شخص مقابل 203 ألف شخصا في العام الماضي وتشهد السواحل الليبية في جهتها الغربية خصوصا تصاعدا في حركة الهجرة غير الشرعية حيث يخوض المهاجرون الحالمون ببلوغ أوروبا سباقا مع الوقت ليستقلوا مراكب الهجرة قبيل حلول فصل الخريفة شكرا